46 يوما من الحرب في أوكرانيا والعملية مستمرة تحاب من الغرب وإعادة تموضع في الشرق وأمام تغييرات بالخطة للهدف روسيا بنصف هزيمة ونصف انتصار والخاسر الوحيد هم الضحايا وفيما تستعد أوكرانيا لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد هدف موسكو الآن يتواصل إجلاء المدنيين خوفا من ساعة الصفر فكييف مستعدة للمعركة الكبيرة ويبدو المستنقع الأوكراني أكبر مما توقعه بوتين الذي يرغب بحسم سريع قبل التاسع من مايو المقبل كما سنشرح بالتفاصيل وأمام هدف بوتين كان خيار تغيير قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال أليكساندر دفورنيكوف مهندس العمليات العسكرية في سوريا اليوم بمهمة قيادة العمليات بأوكرانيا واشنطن توقعت عبر مستشارها للأمن القومي أن يرتكب رجل بوتين الجديد جرائم وحشية فمن هو هذا الرجل؟ متابع ترجمة نانسي قنقر